يا رب يا رب يا رب ان شاء الله بإذن الله الأهلي يكون موفق في مباراةه النهاردة الهمة جدا في نهاية دوري عطال أفريقيا عندنا فريق كبير عندنا جهاز فني محترم بإذن الله يفرحونا النهاردة يفرحوا كل الأهلوية اللي في جميع أنحاء العالم جمهورية الأهلي عريضة وعظيمة زي ما احنا معارفين ومتعودين دايما بإذن الله كمان يفرحوا كل المصريين لأن أكيد أكيد فيه مصريين كتير جدا حتى لو مش أهلوية بيتمنوا النهاردة أن الأهلي يكسب اللي ما بيتمنوش قليلين قوي وإن شاء الله النهاردة يناموا زعلانين لهم مش عايزين الأهلي يكسب لكن المؤكد في حالة فوز النادي الأهلي فالأغلبية العظمة حيناموا فرحانين ومبسوطين وكمان حيصهروا كمان مش حيناموا يفضلوا طول الليل بيحتفلوا بإذن الله واحد أحد بفوز النادي الأهلي بطول الدوري عطال أفريقيا فإحنا هنعيش حضراتكم لحظة بلحظة في كواليس النادي الأهلي قبل ساعات قليلة جدا من انطلاق هذه المباراة أنت قدامك إيه دلوقتي بتحوالي إيه تلت ساعات وخمسين دقيقة عبال ما لمطش كده يبتدي دي لعطات من كازابلانكا طبعا يعني مدينة جميلة جدا جدا المغرب دولة شقيقة وشعب أكثر من رائع والعلاقات دايما جيدة جدا جدا معهم على مختلف الأصعيدة العلاقات كمان مميزة ما بين الأهلي وأندية المغربية بالكامل وشفنا ده في أكتر من مناسبة سواء الكبيرين هناك الوداد والرجاء أو حتى بعض الأندية الأخرى فبالتالي الأجواء كلها جيدة الأجواء كلها بإذن الله تكون في صالحنا إن شاء الله مش هيبقى غير التوفيق من عند المولى عز وجل في هذه المباراة وكل حاجة في إيدينا وإحنا اللي نقدر نتحكم كمان في رتم هذه المباراة تفاصيل كتير جدا بصراحة عن المطش ده لكن لسه هنتكلم فيه على مدار الحلقة بالكامل